تحكي على أشواق الشعب في الحرية أشواق الشعب في الحرية تقريباً تحققت في العشرين الماضية تقريباً شفنا طفلنت حرية في عشر ستين شفنا حرية إعلام مبالغ فيها شفنا حرية تكوين أحزاب منظمات إلى خير شفنا حريات سياسية ومدنية كبيرة لكن الشعب سرعان ما تخل عن هذه الحرية وقبلها بالاستبداد إلى حد الآن لم نرى إلا قابلية للإستبداد خلينا نستعير الكلمة من محمد قبال كان هناك نوع من القابلية للاستبداد وارضة بما يجري الآن من انسداد أفق ومن خلينا نقوله اتجاه نحو الدكتورة يعني ما تقديرك لهذا التصرف الشعبي معنا ندرسه واجتماعيا نفسه أنا عندي ملاحظين أخي عامر ملاحظة الأولى هو أنا أؤمن بأن التاريخ بطبيعته ضامن للتراكم يعني أيضا محاولت بعض أصدقائنا وإخواننا تصوير الأمر وكأن ما حدث هو معناها على سبيل المثال هو ذاته الذي قام به الرئيس بن علي سنة تسعين أو واحد وتسعين وأن العلاقة بين السلطة والمعارضة وأجواء الحرية إلى غير ذلك هي نفسها التاريخ لا يعيد نفسه بهذا الشكل أو على هذا النحو وهناك أشياء تحققت بفضل الثورة وبفضل تجربة الانتقال الديمقراطي رأوا شوف تجربة الانتقال الديمقراطي لن تضيع يعني في معالمها الكبرى لن تضيع لو ضاعت لضعت الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية أيضا شهدت العديد من الارتدادات والانتكاسات تجرب الانتقال الديمقراطي جميعها أنا زرت عشرات البلدان التي عاشت وتعيش وازلت تعيش حالات انتقال ديمقراطي جميعها مرت بحالات من هذا النوع ولهذا في رأي يجب عدم المبالغة في هذا الموضوع هناك اشياء لا يمكن لا لقيس سعيد ولا لغيره انه يمحيها او يتجاوزها وثم هامش من الحرية نتيجة تقاليد نتيجة اعراف تراكمت طيلة العشرية لا يمكن ايضا تجاوزها هذا المواطن التونسي الذي اعتاد على الحرية ايضا لا يمكن ان يعاد الى تلك الاجواء اللي ممكن تعيشها بلدان اخرى مجاورة الشعب التونسي يظل مختلفا عن الشعب المصري وعن شعوب المنطقة واي نظام سياسي قائم لا يستطيع ان يتصرف كما لو ان شيئا لم يحد هذه ملاحظة الملاحظة الثانية اللي هي انه المواطن لم يعبأ بما وقع على الحريات او لما وقع على الديمقراطية الى غير ذلك ايه هذه هي قضية سيدة نحن كانوا خب سياسي نتحملوا مسؤوليتها يعني لو اي واحد مثلا في السابق طيلة العشرية قال كلمتين في الشعب التونسي ما انا هيقولوا له كيفاش هذا الشعب الابي وهذا الشعب العظيم وهذا الشعب الكذا يعني الشعب هي كلمة يعني اه فيها قدر لا بأس به من التجاوز اه اه تجاوز للتعدد تجاوز للشخصية بالمعنى التاريخي لها وبالمعنى السيسيولوجي الشخصية التونسية فيها نقاط قوة يجب ان نفتخر بها ولكن فيها ايضا نقاط ضعف يجب ان ندرسها ونحللها ونجد حلولا اه لها اه ومنها لماذا ما زالت الحرية اه ليست اولوية بالقدر الذي نريده نحن كنخب نخب تشتغل بالحرية ولهذا الحرية بالنسبة لها تعني والنخب في غالبيات هي تنتميه الى طبقة اه اه وسطة اه وبالتالي همومها الاقتصادية والاجتماعية ليست بذات الضغط اللي يعاني منها يعني انا لا استطيع ان الوم مواطن من من حي تضامن ولا من حي هلال ولا من من اي حي من الاحياء ولا حي درابك في اسفاقس ولا من اي حي من احيانا الشعبية معناها اللي هو معناها اه يعيش يومه بيومه وعنده صغيرات يقري فيهم ويوكل فيهم اه استطيع ان الومه لماذا معناها الحرية عندك مش اه 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 اولوية بالدرجة اللي هي اه 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 فهذا المواطن اه يفكر في المرافق اليومية الحياتية مرفق النقل ومرفق التعليم ومرفق الصحة ومرفق التشغيل الى غير ذلك من المرافق وقلنا هذا الكلام في البدايات في 2013 انا نتذكر كان عندي مطارحة تلفزيونية مع اسم محمد عبو قلت له في ذلك الوقت راه ياسي محمد لا انا ولا انت ولا كل الطيف الديمقراطي المنخرط في الانتقال الديمقراطي اه اه يعني شيئا لهذا الشعب اللي لم يتغير معاش هذا الشعب باش يفرق هو الشعب بين الديمقراطية واستبداد بالدرجة الاولى الاداء التنموي المنجز التنموي مهم لكن نحن نقول ايضا انه راهو المنجز التنموي الحقيقي وهذا ستثبته هذه التجربة مهم لا يتحققوا الا بالديمقراطية انا البارح الا اولى البارح وصلني تقرير اه اممي وثيقة اه صادرة عن الامم المتحدة اسمه اسمه تقرير تحديات التنمية يضع شروط ثلاثة للعملية للعملية التنموية من بينها الحوكمة الديمقراطية لا مجال للتنمية بمعناها الحقيقي الا من خلال نظام ديمقراطي والدليل انه هاو العودة الى الحكم الفردي التسلطي والى الحكم الرئاسوي اه خلافا لما كانت تعتقده يعتقده جزء لا بأس بيه من المواطنين حل المشاكل الاقتصادية هذا النوع من الانظمة لا يحل المشاكل الاقتصادية بل انا نقول في الحالة التونسية بالتحديد يعني وليست الحالة الصينية ولا الحالة الروسية لانه ثم معطيات اخرى في الحالة الصينية والحالة الروسية ربما اتغطي على طبيعة النظام لكن في الحالة التونسية بالتحديد الديمقراطية هي مصلحة وطنية عليا لماذا؟ لأنه تونس باش تنجم تلعب دور في الجيو في المشهد الجيو استراتيجي وجيو سياسي باش تنجم تدافع على مصالحها باش تنجم تضمن مصالحها باش تنجم تضمن مصالحها إلا من خلال نظام الديمقراطي محترم يجعلها لاعب محترم في منطقتها فاعل محترم في منطقتها نحن لا عندنا جاز لا عندنا بيترول لا عندنا أيضا اتفاقيات معناها باعتبارنا دولة من دول الطوق عندنا اتفاقيات سلام مع العدو الصهيوني يجعلنا محل عطف ورعاية من قبل القوى الغربية احنا رأس مالنا اللي هو المادة الشخمة واللي هو الموقع الجغرافي متعنا لا يمكن تثمينه باش يعطي اكله إلا من خلال نظام الديمقراطي ولهذا لما تضررت صورة تونس الديمقراطية هاكم تشوفوا تراجعت مصالحنا وضربت مصالحنا وما زالت ربما تتضرر وتضرب أكثر لو استمر الحال على ما هو